تم تكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في حفل عشاء للاتحاد الدولي لكرة اليد خلال حفل العشاء اللي استضافوا للاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى وأشاد رئيس الاتحاد الدولي بمشاركة الدكتور مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وده طبعا ممثلا عن الحكومة المصرية بيرفق وفد رفيع المستوى بيضم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير بدر عبدالعاطي سفير مصر لدى برلين كذلك المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد في فعاليات افتتاح بطولة العالم لكرة اليد المقامة في ألمانيا والدنمارك كمان تمنى رئيس الاتحاد الدولي التوفيق لمصر خلال استضافتها لكاس العالم لكرة اليد في 2021 وخلال الحفلة تم تكريم الدكتور مصطفى مدبولي بمنح درع تكريم وأميس لعب كرة يد بالمنتخب الوطني بيحمل اسم الدكتور مدبولي والرقم 7 وهو نفس الرقم اللي كان بيرتديه الدكتور مدبولي خلال الفترة اللي كان بيلعب فيها كرة يد في مرحلة الشباب كان بيلعب بالمناسبة في نادي الزمالك وعبر رئيس الوزراء عن ساعته بحضور هذه الاحتفالية وتمنى النجاح للبطولة وأشار إلى أن مصر هتبدو الأقصى جهدها لتنظيم كاس العالم لكرة اليد في 2021 على أعلى مستوى وفي استعدادات وتجهيزات بتتم منذ فترة لهذا الحدث الرياضي الكبير طبعا أكيد الصورة دي كان لها وقع والتكريم ليه وقع لأن دكتور مدبولي ربما بيرجع للملاعب اللي هو طبعا بعد عنها الفترة الطويلة جدا وأكيد اللي بيكون عنده رياضة بيحبها أو بيلعبها أو بيمارسها فأكيد ده برضو بيكون فارق معاه وبيرجعوا لذكريات جميلة جدا الصورة طبعا فيها الدكتور حسن مصطفى ودكتور أشرف صبحي والمهندس هشام ناصر رئيس الاتحاد واللي احنا الحقيقة شرفنا بوجوده معنا في البرنامج من حوالي أسبوعين كده واتكلمنا على استعدادات الدولة بشكل كبير لاستضافة الحدث المهم في 2021 وكمان طبعا مشاركتنا في كاس العالم اللي بتقام دلوقتي في ألمانيا والدنمارك الحقيقة مبارحنا خسرنا بفرق ثلاث أهداف من السويد والسويد واحدة من أبطال العالم فإن شاء الله لسه المجموعة مبارياتها كتير ونشوف هنوصل لغاية فين ونرجع للعظماء السبع زي ما كنا في فترة السبع إن شاء الله اشتركوا في القناة